السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم إخواني الكرام الأعزاء في هذه المداخلة القصيرة التي سأخصصها من خلال هذا المنبر لأشكر كل من وقف معي فيما تعرضت له حيث أنني سافرت إلى تركيا هذه الأيام فيه معرض كتاب هناك وأنا عادت أسافر إلى تركيا كثير ولتقي هناك بزملاء وأصدقاء وأيضا أحضر مناسبات وأيضا كثير ممرت في المنابر الإعلامية التركية هناك فقدر الله ما شاء أفعل والقضية وتفاصيلها وأوراقها سنعود إليها في بث مباشر خاص أو مداخلة خاصة المهم لكن اليوم حبيت نشكر كل الحقوقيين المحامين الناشطين الإعلاميين والحقوقيين والسياسيين وأيضا المنظمات وكل المنابر الإعلامية والوسائل الإعلامية التي اهتمت بهذه الحادثة التي لو لا لطف الله تعالى لا وجدت نفسي في الجزائر وهذا الأمر كما قلت سنشرحه لاحقا المهم شكري أيضا كبير لعموم الناس الذين أنا طلقيت رسائل كثيرة جدا جدا عندما وصلت فتحت لفوني ألاف الرسائل لا يمكن يعني الواحد لو يرد عليها جميعا يحتاج إلى وقت ولكن حقيقة شكرا لكم جميعا كل واحد باسمه كل واحد دعا لي بظهر الغيب فليعلم أن هذه التحية رهي مخصصة ليه كل واحد كتب منشور كل واحد ضامن كل واحد عمل موقف حتى كفيه ناس والله تفجأت جاءت يختلفوا معايا كنت بينهم من انتقدوني ولكن عندما تقع في أزمة مثل هذه ويقف وقف هذا نزيد احترام لي على اختلافه معي وحتى انتقاداته كاين ممكن فيه ناس كنت عندي نوع من الحساسية تجاههم ولكن والله أعمل موقف خلا يعني نحن بشر نشوف فيه أنه إنسان نبيل بمعنى الكلمة واحد يتضامن مع واحد يختلف معاه ولكن من أجل حريته من أجل حقه في التعبير حقه في ممارسة دوره كإعلامي أو كسياسي أو شيء يضعها جانبا ويكون له موقف أعتقد بأنه هذه قمة النبل التي يتسم بهذا الإنسان طبعا هذه القضية لا أريد منها بطولة ولا أي شيء أنا أقوم بدوري الإعلامي مريت على كثير من المحطات من قبل أيضا تم توقيفي في تونس وترحيلي وهذه الحكايات عشتها كثير ولا أريد منها أي شيء بقدر ما أنني أريد مواصلة دوري الإعلامي ورسالتي وفق ما أنا مقتنع به لا أريد التودد لهذا أو ذلك المهم إخواني الكرام حقيقة أني ذهلت من حجم هذا التضامن وحقيقة هذا يعبر على المستوى مثلا المغاربي على الروح العميقة بين شعوب المنطقة أيضا على مستوى الجزائر تحديدا هذا مؤشر جيد أنه ممكن جدا أنه جزائريين يتوحدوا من أجل مشروع يحقوه في صالح بلدهم مهما تعددت مشاربهم وتعددت أفكارهم عندما يتعلق الأمر بوطن يتعلق الأمر بمستقبل بلد فالتضع جانبا الخلافات وتضع جانبا الرؤى المختلفة هذه الرؤى المختلفة تكون تنوع في منابر أخرى وليس من أجل تحقيق هدف سامي وسياسي وهو إنقاذ البلد وتحقيق مطلب شعب يطالب بالشفافية يطالب بالعدالة يطالب بتقرير مصيره بمعنى الكلمة إخواني الكرام والله حقيقة أن هذا الحجم تتفاعل مع ما حدث معي حتى الذين باركوا والذين عبروا عن فرحتهم أنه تم اعتقالي وإن شاء الله يرحلوني ويصرع لي مصرع المحمد عبد الله ومحمد بن حليمة وغيرهم من هذه الأمور كلهم الله ما أقولهم إلا سامحكم الله والله من يصفق إلى ظلم سيشرب منه يوما ما هذه أخذها قاعدة إذا أنك أصلا تستبيح الظلم وتفرح أن غيرك ظلم خدوة سيأتي الدور عليك هاهم فيهم ناس كانوا في المسئولية يظلموا في غيرهم والآن راهم يقبعون في السجون ظلموا من عند أصحابهم وراهم يقبعوا ويشربوا من مرارة السجون اللي شربوها الغير والله من يبارك الظلم سيطاله وإذا نجى هو في هذه الدنيا من هذا الظلم صدقني سيكون ضحيته أولاده أولا أحفاده حقيقة أن من يبارك ظلم بهذه الطريقة يعني ما كانش شيء يمكن أن يوصف به هذا نخلي لكم أنتم الوصف شكرا لكم جميعا شكرا شكرا من القلب جزائريين مغاربة وانسسوريين أخواننا من مصريين كلهم كلهم قاموا بما يجب أن يقوموا به وأيضا هناك جنود خفاة وهناك جهات تحركت في الظل لن نسميها ولن نحكي عليها ولكنها تحركت ولعبت دور من أنه لا أرحل الجزائر أنا ما جي أقول أنه النظام الجزائر يراه يطلبني ولا رأني أرعب للنظام ولا من هذا القبيل لا أقول هذا الكلام ولا أدعيه وهو شرف لم أرتقي له أصلا يعني حقيقة أنا أقوم بدوري المتواضع جدا والذي لا يسوي شيء أمام ما يقوم به غيري في دورهم الإعلامي في مواجهة عصابة بمعنى الكلمة سيطرت على الدولة وتنتهي كثرواتها أنا لا أقول هذا ولا عندي مذكرات توقيف ولا شيء من هذا القبيل هناك خطة ماكرة مثل ما استهدفتني وكنت رحت لها برجلية كما يقولوا هناك آخرين ممكن أن يكونوا ضحيتها ولذلك أشكر الناس وأيضا أقول خاصة الناشطين الجزائريين كونوا حذري جدا 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 هذه العصابة وهذا الجهاز اللي في يديهم راح يقوم بوحد الأعمال ووحد المخططات المهم هو كبح أو القضاء على أي صوت آخر الإشكالية الكبرى أن نظامنا الجزائري يخاف من الرأي الآخر ويرى بأن محاربة الرأي الآخر يكون بالخوف بالملاحقة بالقمع أبدا الدولة يجب أن تفكر بمنطق آخر أنها تبقى الدولة أكبر من الجميع بدل أن تجي مثلا تحاربني أنا ولا تحارب غيري على رأيه وتولي الدولة هي الخصم ليه هذه هي قمة الغباء الدولة عمرها تحط نفسها خصم إلى صاحب رأي صاحب الرأي أترك له المجال من عوام الناس يخرج اللي معاه واللي ضده هذه طبيعة الحياة تعوده إلى سير المجددين والمفكرين والرسل والأنبياء ستجدون هذا الكلام يعني لما تخلي شخص في منابرك الإعلامية خلي عبر على رأيه الدولة تسمو بنفسها على أنها تكون طرف في جدال مع شخص دولة ضد شخص ما هو منطقي هذا هو هذا هانة للدولة الدولة خليها بعيدة خلي صاحب الرأي عبر افتح له المنابر ما كانش فكرة يمكن ألا تكون لديها فكرة مضادة وكثير من أصحاب الأفكار عندما تتاح لهم الفرصة بشي تكلموا صدقوني سيجدون نفسهم أصلا هم في معركة مع عوام الناس هذا كما كانت الناس تتواجه وباشرة في ظل شبكات التواصل وفي ظل العالم الافتراضي هذا سيغرق أصحاب الأفكار الأخرى مع المعارك الدولة يجب أن تسمو عليها الدولة تحفظ الجميع تكون حماية للجميع مش أنها تعمل عن طريق عصابات داخل الأجهزة من أجل أنها تحقق انتصارات أنا عارف بأن أنور مالك هذا لا يعني لهم شيء ولا شيء ولكن إذا جبوه ورح يقول لك جبنا فلان وعلان وكذا 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 وعرانا نحق انتصارات فيرعبون الآخرين المهم إخواني الكرام أن ما حدث حقيقة أخطر ما شفت وعشت لما فكرت بعض الناس فكرت ناس اللي تحجزوا وتم ترحيله مثل محمد عبد الله ومحمد بن حليمة الله يفق قلبهم مما هم فيه حقيقة إحساس صعب وإحساس قاتل خاصة أنك تحس بأنك لا تدري وريح تروح الله المستعان أما القضية والتفاصيلها سنعود إليها هذه الرسالة فقط خصصتها للشكر والتحية مرة أخرى لكل من وقفها معنا كل واحد باسمه لن يكفيني المقام أني أذكر كل الأسماء ولا أذكر بعض الأسماء نخلي بعض الآخر كائنا اللي يزعى ويزعى ولكن صدقوني كل من وقف معي سواء كان ظاهرا ولا ظهر إعلاميا أو لا يظهر إعلاميا فهذا له كل الشكر والتقدير ويعني مثل هذه المحنة حتى وإن كانت بسيطة فمحنتنا رهي تعتبر منحة عند الآخرين عند آخرين ممن دفعوا ما هو أكبر بكثير ونريد أن ندعي البطولة من شيء يعني ما كان في الحسبان ولا أصلا نبحث عنه من أجل الدعاية كما قد يتوحم البعض وكما قد يرى البعض الآخر للأسف الشديد أنه وصلنا لحال أن دولة مثل الجزائر يكون حالها بهذه الطريقة أنا لا أقول أيضا أن الجزائر كدولة رهي تطارد فيها ولا تطارد في غيرها أنتم عارفين ماذا فعلوا مؤخرا مع أشقائي والآن رهي استهدفوا فيها أنا شخصيا وحقيقة والله هنقولها مباشرة من الآن للمسؤولين والله أنتم تهينون الجزائر إذا كان اختزلت وجودكم في السلطة بأنكم طردوني أنا ولا طرد غيري والله يتهينون الجزائر الجزائر أكبر من أن يصل بها الحال إلى أنها طارد أبنائها بسبب أراءهم وأفكارهم ومواقفهم فالدولة كما قلت سعى الجميع ومن يحاول أن يختزلها في مثل هذه الأمور فوالله قبل أن يكون قد أهانها هو أصلا أهن نفسه ربي يحفظكم جميعا ويبعد عنكم كل البلاء وكل المحن إن شاء الله نتمنى أن يكون هناك عقلاء خاصة في معتقلي الرأي معتقلي الرأي من هذا المنبر وطالب السلطات الجزائرية بالإفراج عليهم خلي صاحب الرأي حر ووجود صاحب الرأي في بلد راهوا كنز حقيقة بلد في 45 مليون إذا طلعونا صحاب رأي ومناظرين فيها 200 ولا 300 شيء راهوا قليل من المفروض عندنا أكثر ولكن أن يكون عندك 300 أو 400 صاحب رأي وناشطوا عنده تأثير في شبكات التواصل الاجتماعي بدل أنك تحولوا إلى أداة للبناء تحاول تهدموا بكل الطرق أعتقد بأن هذا مثل من يطلق الرصاص على رجليه ويعتقد بأن تلك بطور في الأخير أشكركم مرة أخرى وألقاكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته